اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أسأل الله سبحانه وتعالى لكم و لنا التوفيق بالعمل بهذه الآية الكريمة وسائر آيات القرآن الكريم ببركة الصلاة على محمد و آله نحن غرضنا الأساسي أمران نحن طلبت العلوم الدينية أولا التعلم لأن التعلم له موضوعية العلم له موضوعية يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون حينما أراد الله سبحانه وتعالى أن يفضل آدم على نبينا و آله عليه الصلاة والسلام على الملائكة ومن ثم يأمرهم بالسجود له بأن يجعلوه قبلة لهم بماذا فضله بالعلم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وعلم آدم الأسماء يعني الله سبحانه وتعالى فضل آدم على الملائكة بالعلم فأولا العلم له موضوعية أحد العلماء كان يقول أنت إذا كنت في جزيرة معزولة لا يلتقي بك أحد ولا تلتقي بأحد وتعلم بأنك ستموت قبل أن تلتقي بأحد إذا أمامك كتب لازم تطالع هاي الكتب لازم تزيد من علمك لأن العلم له موضوعية أن تكون ذهبا خير من أن تكون ترابا هذا الجانب الأول الجانب الثاني التعليم يعني الإنسان يتعلم ليعلم فالعلم له موضوعية من جانب آخر لتعليم الآخرين فنحن علينا أن نعلم الآخرين وبحثنا في هذا اليوم حول هذه النقطة نحن لسنا في جزيرة معزولة نعيش في المجتمع وكل واحد مننا يمكنه أن يعلم الناس والله سبحانه وتعالى أراد منا ذلك لتعلم الناس في الحديث الشريف يتعلمون علومنا ويعلموها للآخرين نعلم الناس هذه العلوم التي تلقيناها ينبغي في قضية التعليم لأن بعض الأحيان هناك واحد عند علم كثير لكن لا يتمكن من تعليم الآخرين لا يتمكن من نقل علمه إلى الآخرين لماذا؟ لافتقاده لبعض الأوصاف فنحن ينبغي علينا أن نتحلى بتلك الأوصاف لكي ننقل هذا العلم إلى الآخرين وهذا يستدعي منا أن نتحلى بصفات قيادة المجتمع كل واحد مننا لابد أن يكون قائداً في المجتمع أصلاً هي القيادة يعني شنو؟ القيادة هي التأثير واحد يقود مجموعة يعني شنو؟ يعني يؤثر فيهم أن تؤثر في الآخرين لازم الإنسان يتحلى بصفة القيادة في المجتمع طبعاً الصفات النفسية والعملية قسم منها موهبة وقسم منها مثابرة يعني واحد عنده موهبة لكن هذه الموهبة تحتاج إلى تطوير واحد ما عنده تلك الموهبة تحصيل تلك الموهبة يكون أصعب لكن يمكن في بعض الصفات والمواهب بعض الصفات والمواهب إذا الإنسان ما عنده موهبة ما يقدر يحصلها يعني أكو بعض مثلاً كمثال أكو بعض الناس عنده ذوق شعري يتمكن من أن ينشئ شعراً بعض الناس ما عندهم هذه الموهبة اللي ما عنده هذه الموهبة ما يقدر يحصلها عادة واللي عنده الموهبة يقدر يسقلها لكن بعض الصفات حتى اللي ما عنده الموهبة يتمكن من إيجاد الموهبة في نفسه من إيجاد الموهبة في نفسه يتمكن من ذلك لكن يكون شوية أصعب على كل حال الإنسان يتحلى بالتأثير في المجتمع هذا هو القيادة كنت أقرأ كتاب يقول كل إنسان في طول حياته أقل تقدير يؤثر في عشرة آلاف إنسان هس إما تأثيرا كبيرا أو تأثيرا صغيرا وذول الذين يتأثرون به إما من أسرته من عائلته من مجتمعه من اللاس الذين يلتقون به أو يلتقي بهم أن تكون لك قدرة التأثير في الناس هذا بحاجة رجل الدين أو بالتعبير الأصح طالب العلم بحاجة إلى هذه النقطة لأن أنت متعلم هذه العلوم حتى تهدي الناس وإذا شلون تهديهم وأنت لا تتمكن من التأثير فيهم وهم لا يتأثرون بك يعني لا تتمكن من قيادتهم بهذا المعنى اللي هو معنى التأثير فإذا هذه نقطة جوهرية في مسير عملنا أنت أحيانا تدخل في قرية تدخل في مدينة تشوف واحد من الطلبة أو واحد من العلماء محرك الساحة ومحرك المجتمع علما وتقوى وإيمانا وورعا وتأثيرا في تأسيس المؤسسات وخدمة الناس وما إلى ذلك وأحيانا تشوف واحد من الطلبة في مدينة أو في قرية تأثيره محدود يمكن يكون خوش إنسان يمكن يكون عالم يمكن يكون متقي لكن هذا الشيء والشيء الآخر أنه تأثيره في المجتمع محدود إحنا يمكن لنا أن نطور هذه الموهبة إذا كانت موجودة فينا وأن نوجدها إذا لم تكن موجودة فينا التأثير في المجتمع وهذا يكون عبر صفات نفسية وصفات عملية من الصفات الانضباط والالتزام الإنسان الذي ليس بمنضبط ليس بملتزم تأثيره راح يكون معدوم أو محدود يعني مثلا أنت عندك موعد حاول تحضر أول الموعد مو مثل هذه الحالة اللي شايعة في مجتمعاتنا التأخير يعد أن يأتي بالساعة العاشرة يجي عشرة ونص يجي هداعش لو أصلاً ما يجي مثلاً هل سمرة حالة طارئة ذاك بحث آخر الكلام أنه التربية التي على كل حال في مجتمعاتنا منتشرة من باب الطريفة واحد من الأصدقاء ينقل يقول شونت أشوف فيلم حزلي ينتقد الوضع يعني ينتقد الوضع في مجتمعاتنا لكن بطريقة حزلية يقول هذا عنده موعد مثلاً ساعة عشرة وصل عند الباب ساعة عشرة انتظر خمس دقائق صار عشرة وخمسة بعدين دق الباب قال له لزين أنت أخو راس العشرة كنت موجود ليش انتظرت خمس دقائق بعد خمس دقائق دقيت الباب يعني تأخير خمس دقائق قال حفظاً لتقاليدنا الشرقية أنه إحنا متعلمين دائماً نتأخر فهذا من تقاليد نصاير هسهم جاي رأس الوقت آخر نفسي حفظاً للتقاليد زين هذا من الأمور غير الصحيحة أنت تعلم الناس على عدم الانضباط وهذا عدم الانضباط يجري في كل شيء إحنا من مبادئنا الدينية أنه الوعد الإنسان لازم يلتزم به بعض الأحيان واجب بعض الأحيان أمر أخلاقي هسه يحط له مواجب لكن أمر أخلاقي أنت وعدت ثبع بوعدك هذا موعد لما نتقول لأني ساعة عشرة أجي هذا وعد هسه حتى له مواجب زين لكن أمر أخلاقي لأن الدين مركب من الأحكام ومن العقائد ومن الأخلاق يعني كثير من الأمور الأخلاقية مواجبة لكن عدم الالتزام بها رذيلة على كل حال الإنسان لازم يحلي نفسه بالفضائل ويبعد نفسه عن الرذائل حتى له مواجب يعني بعض الآداب الاجتماعية الموجودة عندنا مواجبة لكن الالتزام بالآداب الاجتماعية اللي مو خلاف الشارع هذا لازم إذا واحد ما التزم بأدب من الآداب الاجتماعية يمكن عمله مو حرام لكن هذا مستوى تأثيره في المجتمع راح شنو يصير راح يقل وبالنتيجة الموعظة والإرشاد راح يكون مستوى شنو أقل من التأثير فالإنسان يحاول أن يكون منضبطا وملتزما في كل شيء في درسه تحضر الدرس في كل يوم ومن أول الوقت مو أنه يوم ما تحضر مثلا إلا لازم واحد يكون صوت على راسه حتى يحضر لا لازم يكون من الإنسان وازع من داخل نفسه في الحديث الشريف في صفة الإنسان المؤمن وواعظ أو وواعظ هسا ما أدري الجملة اللي قبلية شنو هي وواعظ من نفسه يعني من نفسه يكون عنده وازع يعني أنت تشوف مثلا في المجتمع واحد تجي معصية ما حدا ما يدري لكن لا يرتكبها ليش؟ لأنه عنده وازع داخلي من نفسه وواعظ من نفسه فالإنسان في كل شيء يحاول يعلم نفسه في الانضباط في درسه في لقاءاته في برامجه مثلا أنت عندك مثلا أفرض أسبوع عطلة أسبوعيا عطلة أحيانا إحنا شنو وكثير مننا هج صبح يقوم مثلا أدي له كم عمله كذا أخيرا بالليل يشوف هج انتهى وقته ولم يستفد استفادة صحيحة من وقته لكن إذا خطت لهذا البرنامج أنا اليوم عندي عطلة في هذه العطلة عندي عشر ساعات 11 ساعة 15 ساعة شنو أسوي في هذه الساعات إذا عنده خطة برنامج يعني مثلا أفرض ساعة مطالعة الكتاب الفلاني ساعة زيارة الأمير عليه الصلاة والسلام ساعة مثلا صلة الرحم ساعة كذا ساعة كذا يعني حسب ظرفه وحسب برامجه ينظم وقته يكون هذا الانضباط يسبب أنه يشوف استفادة من وقته استفادة تامة ومع ذلك أنه يشعر براحة نفسية بل الإنسان المنضبط وقته يزود في المثل يقول تنظيم الوقت توسيعه يعني إذا أنت ما منظم وقتك تشوف ما عندك وقت أعمال كثيرة بذمتك وما عندك وقت لكن إذا نظمت الوقت تشوف تلك الأعمال بنص الوقت انتهى ونص الوقت صار إليك شنو؟ فراغ تقدر تسفيد منه تنظيم الوقت توسيعه على كل حال فالشيء الأول الانضباط والالتزام الناس إذا شوفوك أنت منضبط ملتزم زيان هذه الحالة راح يكون لها عدوى لهم إذا جاز التعبير تتعدى لهم هوهم ينضبط هوهم يتعلم منك يشوفك لا أنت جدير بالاقتداء بك فتأثيرك في المجتمع يكون شنو؟ تأثير أكبر فهذه نقطة بشكل مختصر طبعا هي فيها كلام كثير هذا الأمر الأول الأمر الثاني الإنسان يكون ملتزما بما يقوله هذا جدا مهم يعني أنا قاعد هنا أتكلم كلام بعدين أنت تشوفني أنا ما ملتزم بهذا الكلام هذا الكلام راح شنو يكون؟ يفقد تأثيرك فالمركة أقرأ تقرير هل قد أكو تقارير ضد التدخين؟ أن التدخين يوجب سرطان الرأى وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا حتى علب التدخين مكتوب عليه التحذير الصحي التدخين ما أدري سبب الأمراض الرئيسية للسرطان لكن هذه التحذيرات وهذه التقارير العلمية هذا ما لها أي تأثير والتدخين شنو؟ في المجتمع يوم على يوم يزداد يقول السبب الرئيسي هم الأطباء تروح الطبيب اللي هو لازم يطبق الإرشادات الصحية تشوفه هو مدخن فهذا هو مثل للناس لأنها قضية صحية بعد ترتبط بالأطباء لما الناس يشوفون الأطباء ما ملتزمين هم يدخنون خلاص يعني هذا كلام عيفة حتى لو إذا منطقياً الكلام يكون مقبول لكن وجدانياً مو مقبول هواي من الأحيان الإنسان منطقياً فهذا كلام يدري أنه صحيح لكن وجدانياً ما يلتزم به تشوفه الآن بالمجتمع لما تدخل الناس جميعاً يدرون الغيبة حرام التهمة حرام التشهير بالناس حرام يدري يعني مو أنه ما يدري مو جاهل لا يدري لكن ما يلتزم يعني شنو يعني عنده معرفة بهذه الأمر معرفة منطقية لكن معرفة وجدانية أمر وجداني ما صاير على كل حال فالإنسان يكون داعي بعمله قبل لسانه كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم هذا مو معنى أنه أنت لا تبلغ بلسانك لا معنى أنه اجعل الأولوية لعملك والناس خاصة في المجتمعات الريفية والمجتمعات الصغيرة والعشائرية وكذا ينظرون إلى طالب العلم يقول واحد مبلغ كان رايح إلى قرية سابقاً قبل هاي الحمامات الخاصة وقبل الدوش مع الماء وكذا كانت الحمامات بيها أحواض يسموها الخزينة فعندما يريدون يغتسلون للخزينة كبيرة أكبر من كورة وكذا فيدخلون في الخزينة ويطلعون يعلون نفسهم بهذه الطريقة يقول هذا المبلغ والأسبوع الأول راح استحم الأسبوع الثاني لما راح المادر رايحين الحمامات العمومية يعني صالة كبيرة وبيها مثلاً ناس موجودين فشاف ذول فذ مرة التفت ذول عندما يدخلون إلى الخزينة كل واحد منهم أول شيء برجله اليسرى يدخل بالخزينة زين واحد اثنيين ثلاثة أربعة خمسة شاف لا يعني كأنه أكون التزام بهذا الأمر فسأل واحد منهم أنه شن القضية قالوا إحنا الأسبوع الماضي راقبناك شفناك عندما دخلت بالخزينة أول شيء دخلت برجلك اليسرى قالوا لابد هذا فتحكمه يعني مثلاً هو طبيعي يعني داخل بالنتيجة للإنسان عندما يدخل المكان إما رجله اليسرى أو اليمنى بعد يعني لكن يعني إلى هذا المقدار الناس يراقبون زين إذا شاف أن هذا الإنسان عمل أخلاقه أسلوبه التزام فيه ما يقوله التزم به يكون مستوى التأثير أكبر لكن إذا شاف لا قاله هو ما عمل الوالد رحمة الله عليه كان ينقل عن واحد من علماء مدينة عبادان يقول مؤتمر كان هذا في أزمنة سحيقة يعني قبل ستين سنة سبعين سنة هذا مؤتمر حول مظار الخمر يقول أنا هم حضرت يقول أحد الأطباء صعد في هذا المؤتمر وتكلم بكلام ضد الخمر اللي أنا كطالب علم وكعالم شفت أنه مثل هذا الكلام ما أقدر أقوله من جماله وحسن بيانه وحسن بيانه قلت هذا لما أن يخلص أروح أقبله لحسن بيانه يقول نزل من المنصة تقدمت إلى رد أقبله شفت من فمة تخرج ريحة الخمر لأن الخمر والعياذ بالله يعني مثل زقنبوت حسب تعبيرنا يعني ما أدري دول اللي يشربون الخمر شنون واحد سألته يقول كان عندي واحد صديق والعياذ بالله يشرب الخمر بعد ينتاب قال سألته شنو قال هذا مثل التزاب أصلا يعني عندما تشربه مثل التزاب يحرق الأفام والحلق وكذا بس هذا ببعض شنون هذا الشيطان يغوي الناس يقول قلت له أنت شنو هذا كلامك وهذه الريحة شنو قال هذا القول وهذا العمل يقول الكلام بس هو ما مقتنع به وهذا كلام ما يأثر خلاص واضح بعد فهذه نقطة ثانية أن يكون الإنسان ملتزما عملا وبعد ذلك ينطق وإذا هو شاف نفسه أنه عنده في قضية مشكلة لا يقول أول يربي نفسه بعديا يقول أكفت قضية أحد العلماء قبل مئتين سنة يمكن يجا واحد هذا كان عبد بسه الآن ماكو عبيد وإماء لكن قبل مئة مئة وخمسين سنة أو آخر ذاك العحد كان فهذا العبد يجي إلى العالم كلا مولانا يعني شوية في ضيق وفي شدة لأن العبد لأن العبد لا يملك من أمر نفسه شيئا الله سبحانه وتعالى يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شيء تشتغل فلوسك للمولا زواجك بإذن المولا عبد بعد ما يقدر يسوي شيء قال أنا في شدة فإذا أنت في يوم من الأيام هذا صاحبي مولاي هذا هو يعتقد بيك وكلامك يأثر بي أنت في اليوم خصص من مجلسك حول ثواب تحرير العبيد لأن تحرير العبيد فيه ثواب عظيم الإسلام صحيح ما ألغى الرق لكن شرع قوانين كثيرة لتحرير العبيد لذا بالكفارات تقرون أول شيء عدق رقبة زين القرآن يقول فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة مثلا في الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب من أموال الزكوية تشتري عبيد اللي هم في شدة أو بعض الفقاه يقولون حتى لو مو في شدة تطلق صراحة وثواب عدق العبد عظيم جدا حتى أكو في الحديث الشريف إجا سأل الإمام الصادق يمكن أو الإمام الباقر يقول هل يؤدي الإنسان حق أبوه الإنسان ما يقدر يؤدي حق أبوه زين الإمام قال له فقط في صورة واحدة تقدر تأدي حق والدك في صورة واحدة إذا كان عبداً تشتري وتعتقه إذا أعتقته فقد أديت حقه أما بغير هذه الكيفية واحد ما يقدر يؤدي حق أبيه على كل حال فقال له ما يخالف زين اليوم الأول إجا هذا العبد بالمجلس ويا مولاه ما أتكلم يوم الثاني ثالث رابع خامس عاشر أسبوعيا ثلاث أسابيع شهر شهريا نسى ما أدري أقال أكثر بعد فترة طويلة تكلم هذا العالم حول أهمية عدق العبيد وثوابه وفصل وكذا وشوق المولاها متحمس وبعد المجلس أعتقى عبده بحضور العالم وبحضور قال أعتقدك أنت حر لوجه الله هذا العبد يجي سأل العالم قال لي أنت خلش من اليوم الأول ما تكلمت قال ها أنت لما قلت لي شفت أنا أقول أعتقوا عبيدكم قلوا يقولون أنت ليش ما سويت هذا الشي صحيح أنا ما عندي عبد بس أتكلم في شي اللي أنا ما مسوي يقول فأني خلال هالفترة جمعته مالا إلى أن صار هذا المال بمقدار قيمة عابد رحت اشتريت عابد وأعتقته واليوم الثاني يجيها تتكلم تحول فضيلة تعتقد عابد حتى المولى يشوف أنا أعتقد عابد يقول زيان هذا أعتق أنا هم أعتق فالمجتمع فالمجتمع هكذا أن يكون الإنسان عاملا قبل أن يكون قائلا إذا كان كذلك فيكون كلامه مؤثرا فأولا قلنا الانضباط الالتزام وثانيا العمل قبل القول وثالثا التحلي بفضائل الأخلاق يعني مثلا إذا واحد شوية طبع حاد زيان بسه مو حرام واحد يكون طبع حاد إذا لم يرتكب تهمة أو غيبة أو شتما غير جائز أو كذا هو مو حرام لكن الإنسان الصفات الأخلاقية الفضاء اللي تكون فيه ضعيفة والرضاء اللي تكون فيه موجودة هذا ما رح يكون مؤثر حتى الله سبحانه وتعالى حول رسوله محمد صلى الله عليه وآله يقول فبما رحمة من الله هذه ما نحوين نسميها ما زائدة لكن نحن في القرآن نعبر بالتأكيد لأنه ماكوش زائد في القرآن ولا هو إصطلاح فبما رحمة يعني فبرحمة من الله لنت لهم تواضعت لهم لين صرت لين الجانب لأنه جدا كانوا خشنين يعني خشونة غريبة كانت عندهم واحد واحد في مجتمع كل هذا المجتمع فض غليظ زيان وهو يكون متواضع لين هذا رحمة من الله لأن الرسول كل شي عنده من الله فبما رحمة إذا الرسول طاكفة شيء اللي ما أطال لرسوله خليفة كهرب قال له شنو قال الله يقول لرسوله ولو كنت فض غليظ القلب لن فض من حولك وأنت فض غليظ القلب ونحن لا ننفض من حولك لأن السلطان عنده فلوس وعنده سلطة عنده كذا على كل حال القضية أنه الإنسان عليه أن يتحلى بالفضائل وأن يبتعد عن الرذائل أكو في حديث في الكافي الشريف جنود العاقل جنود الجاهل الله سبحانه وتعالى أعطى للعقل خمسة وسبعين جنديا فالجاهل يعني الشيطان همطلب من الله سبحانه وتعالى أن يضطي جنود لأن الدنيا دار الامتحان ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوها ألهمها يعني علمها أنه شنو الفجور شنو التقوى كل واحد بفطرته يعلم أن هذا زيان هذا موزيان فالله سبحانه وتعالى أعطى للجاهل يعني الشيطان خمسة وسبعين الجنود العقل مثلا الرضا من جنود العقل السخط من جنود الجهل مثلا الاقتصاد الاقتصاد يعني عدم الإفراد والتفريط القصد يعني من جنود العقل أما الشره مثلا هو يأكل إلى التخمة هذه من جنود الجهل في أخير الحديث الإمام شنو يقول يقول أنه المؤمن لا يخلو من جنود العقل يعني ما كفد واحد مؤمن كل رذائل النتيجة عنده صفات جيدة لكن مو معنى أنه جميع الصفات الجيدة عنده لازم يحاول الصفات الجيدة اللي ما موجودة فيه يحاول شنو يكتسبها وحتى إذا ما عنده هذا يخلي في قلبه فستر خلل خلقك بخلقك يعني فد مرة أفرض واحد إنسان ليس له حلم لكن يظهر الحلم استر إذا عندك صفة رذيلة استرها وأظهر خلافها صحيح صعب لأن الإنسان إذا شي حسب طبيعته جدا سهل تروح تكون عنده إذا شي خلاف طبيعته يكون صعب لكن ما يخالف استره فبهذا الستر تكون قد يعني الرذيلة اللي في قلبك أو في قلبي ما أظهرتها ما أظهرتها هذه مرحلة طبعا هي رذيلة إذا الإنسان في قلبه لكن أن يظهرها رذيلة أخرى لأقل أحد إحدى الرذيلتين الإنسان شنو يمنعها وبعدين النفس تتعلم الشاعر يقول ولن تستطيع الحلم حتى تحلم الحلم يعني شنو يعني الصبر على جهل الجاهل إذا واحد إجي بالشارع شتمك مثلا هذا الجاهل أنت إذا أغضيت عنه هذا حلمت هذا الحلم الصبر على جهل الجاهل طبعا في موطن الصبر ولن تستطيع الحلم حتى تحلم التحلم شنو هو من باب التفعل التفعل شنو هو إظهار الشيء بصعوبة الفرق بين الكسب والتكسب شنو هو الكسب بسهولة التكسب شنو بتكلف ولن تستطيع الحلم حتى تحلم والإنسان يقدر يعلم نفسه صحيح في صعوبة فالإنسان إذا هو إلى صفات فضائل هذه الصفات ينميها أكثر إذا لا سمح الله في صفة من صفات الرذائل يحاول أن يقمع هذه الصفة إما يزيلها إما يضعفها وإما لا أقل لا يرتكب رذيلة ثانية إضافة إلى الرذيلة النفسية اللي عنده والله سبحانه وتعالى يغفر عندنا في الحديث يغفر عندنا في الحديث في حديث الرافع رفع عن أمة تسع من هذه التسع شنو هي يعني رفع يعني الله لا يعاقب عليها والحسد ما لم يظهر بيد أو لسان الحسد هو رذيلة لكن إذا الإنسان قمع لم يظهره بيد يعني بعمل ولا بلسان الله سبحانه وتعالى لا يعاقب عليه طبعا يمنع من ارتفاع الإنسان المدارج العالية لكن لا يعاقب عليه فالنقطة الثالثة أن نحاول أن نكون في المجتمع ملتزمين عملا مع أهلنا مع أولادنا مع زوجاتنا مع آبائنا مع عشيرتنا ملتزمين بفضائل الأخلاق قولا وعملا الآية الآية الشريفة تقول فليعفو وليصفحو العفو شنو هو أن لا تعاقب من يستحق العقوبة هذا عفو الصفح شنو هو الصفح أنه لا تظهر يعني إذا واحد مثلا والعياذ بالله قاتل أبوك أنت إلك حق القصاص عفوت عنه هذا هو العفو لكن الصفح شنو يعني إذا شفته لا تقول هذا قاتل أبويا لا تقول الله يلعنك أنت قتلت أبويا تصفح يعني تعطيه صفحة وجهك زين هذه الله صفحو فليعفو وليصفحو فإذن الإنسان يتحلى بالفضاء الناس يشوفونها وليتصور أنه الناس لا يرون الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا بطريقة أن الأمور المخفية تظهر ولو بعد حين إن كانت حسنة أو كانت سيئة الله يظهرها إذا السيئة الله يستر 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 لأنه ستار العيوب إلى أن مرحلة توصل لهذا الإنسان ليست له قابلية لأن الله يلطف به فالله يفضحه أكو في حديث أن واحد حرامي جابه عند أمير المؤمنين فأمر أن يجرى عليه الحد سارق فهو توسل بالإمام وكذا وأول مرة السخطة واعفو عني والإمام إلى حق العفو فالإمام لم يعفو عنه فهو لمن أجروا عليها الحد قال هاي المرة المية اللي أنا كنت أسرق يعني ميت مرة سارق قصة كان يكذب أنه مثلا أول مرة الإمام قال لأنه إذا المرة الأولى كانت الله ما كان يفضحك لكن الله فضحك لأنه مو المرة الأولى كانت على كل حال الشيء اللي الإنسان يعمله إن خيرا إن شرا الله سبحانه وتعالى بعد حين ينشر بين الناس واحد لا يقول أنه ما حد يدري كذا لا الله سبحانه وتعالى يعني يهيئ الوسائل لأن الله هو مسبب الأسباب هو مسبب الأسباب فالإنسان ينفضح وإذا كان خوش إنسان الإنسان في المجتمع يعرفونه فعلى كل حال شخصية الإنسان الأخلاقية تكون شخصية نموذجية إذا الإنسان تحلى بهذه الأمور طبعا أمور أخرى أيضا موجودة بس إحنا نختصر راح يتمكن من قيادة المجتمع دينيا قيادة المجتمع دينيا يعني شنو يعني يكون مؤثر في المجتمع الناس يتعلمون منه ويتأثرون به ويكون من مصاديق الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله فعلى كل حال هذه النقاط الإنساني راعيها طبعا الإنسان يحاول يتملى من العلم ما يقدر يزود مستوى علمه ودائما إلى اللحظة الأخيرة لأن الآية الشريفة تقول وقل رب زدني علما ويقول أنا درست سنتيا وخلص لا أنت لو أعلم العلماء تحتاج لك إلى زيادة علم أنا فأتبر جنت في الكويت في ديوانية السيد الوالد رحمة الله عليه دعوا أحد الخطباء المعروفين فالمجلس كان مجلسنا فأني اضطررت أن كل يوم تقريبا أحضر في ذلك المجلس فشفت تقريبا نصف المطالب اللي يذكرها أنا لأول مرة أسمعها مع أنه أنا بالسنة مئات المجالس أحضر وكتب أطالع وألتقي بهذا وهذا شفت المطالب اللي يذكرها تقريبا نصف هذه المطالب أنا لأول مرة أسمعها ويوم رحنا إلى زيارته في بيته شفت صالة يمكن مثلا أربعة أضعاف هذه الصالة فيها مكتبة خملت أربعة آلاف كتاب فهو خطيب معروف وكذا والإنسان لما يكون خطيب معروف ودائما يصعد منبر معلومات يكون موجودة عنده يعني أي وقت يقول له أصعد منبر يقدر يصعد لك منبر ساعة ينامي يحجي قال أنا عندما أجي إلى الكويت هذا البيت كان بيت أحد التجار ما أعطي إله قال في هذه الصالة لا أخرج منها من هاي الصالة للمجلس من المجلس لهاي الصالة يعني شنو يعني هو خطيب معروف وعنده من المعلومات ما شاء الله عشرات السنين صار على المجلس لكن حينما يريد يقرأ مجلس دائما في المكتبة يعني يحضر ما يقول أنا عندي معلومات وكذا لا وكلما الإنسان طالع يستفيد معلومة جديدة حتى لو إذا سابقنا مطالع الكتاب لأن الإنسان عندما يطالع الكتاب عادة تسعين بالمئة من المطالب ينساها اللي تعلق في ذهنها خمسة إلى عشرة بالمئة فإذا مرة ثانية طالع الكتاب هاي التسعين بالمئة هم يذكرها فالإنسان دائما يتملى من العلم والتقوى هذا التقوى جدا مهم لأن العلم بدون تقوى خطر جدا لو كان للعلم من دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس وليش لأن إبليس يدري شنو الواجبات حتى ينهى الناس عنها ويدري شنو المحرمات حتى يأمر الناس بها وشنو الرذائل حتى يرغب الناس فيها وشنو الفضائل حتى يثبت الناس عنها العلم لازم يكون مع التقوى وواحد في جوار أمير المؤمنين زيارة الإمام هي توجب التوفيق والدعاء والتوسل أن الإمام يكون واسطة لكي الله سبحانه وتعالى يفيض على الإنسان من نعمه المعنوية اللي من أهمها أن يكون الإنسان عالما متعلما ومعلما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سبحانه وتعالى